عايز تتكلم على مارس الكولر قدام جوزي جوميز ولا تتكلم على ايها 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 اتكلم على مارس الكولر لان هكمل على المحمود حلوى شرف محمود حبيبا حمود محمود جيمي النهارة ده مختلف التفاهم لجيمي انا عارف ليه بس وشان اقول بقى شو سادة المشاهدين طب دلوقتي انت محمود شرح ازاي قدر مارس الكولر يقفل مفاتيح لعابة زمالك التدربة الهجمة لاستحواز من الناحية الدفاعية ومن ناحية استرجاع الكورة مرة تانية طيب اي حد هتسأله في الشارع ايه راس مال جمس قدام الاهلي في المبارتين اللي قدر يكسب فيهم كولر هيقولك وسط الملعب السيطرة على وسط الملعب الزحبة اللي بيعملها جمس في وسط الملعب والتكتل اللي بيعمل وما بالك انه النهار ده كمان مزود لعيف في وسط الملعب زيادة بقدرات دفاعية اللي هو محمد شحات يعني الزحمة اللي بتتعمل في العادي زادت اللي انه حاطت شحاتها حاطت زياد كمال حاطت عبدالله السعيد وزود عليه وناصر مال بيدخل انسايد يبقى اقوى حاجة واللي المفروض في جيم الشطرنج اللي ما بين كولر وجمس يبعد عنها كولر ايه يبعد عن وسط الملعب ويروح للاطراف وده الجيم اللي جمس كذبه المرة اللي فاتت في جيم الشطرنج المرة دي قال له لا قال له انا اللي هقول لك كش ملك هضربك منين من العمق اللي انت بزود فيه العيبة ده انا هخترك بك من العمق واروح عليك انفرادات من العمق واسيطل على العمق بتنين العيبة كوكا النهار ده كوكا ومروال عملوا كل حاجة في القرى عشان الاهلي يقدر يحكم زمام الامور حتى حتى في النقم مش هقول انه كان في موارد سيء زي المبارات اللي فاتت لكنه كان اقل شوء اقل من مستوى مش كتير لكن اقل من مستوى وكان القدرات بتاعت امام الراجل بيستغلها في الزحمة بتاعشطر ملعب مش انه يسنع اللعب ولا انه يشارك في الجزء الهكومي تعال اوريك البلتريشن في الهجمات كم منين الناس الاهلي هدد وروح بهجمات لكن تعال اشوف لك البلتريشن كله كم منين اجيب لك واحدة الاختراق الاختراق كم منين الاختراق كم من عمق تعال بقى اجيب لك واحدة في اول المطش وواحدة في اخر المطش بص بص هنا التجميع كل الطبيعي الاهلي يروح فين يروح على الاطراف الزحمة كلها في النص بص الاهلي بيخترق منين الاهلي يخترق في الدياقة سبعة في اول هجمة خطرة لنادي الاهلي منين من العمق عن طريق سنة الشحات عمل الاوبرلوط بص دي في الدياقة كم واقفين 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 الدياقة كم يا كريم كرة دي لتحسب التسلل بسنتيمترات على وشام ابو علي في الدياقة كم واحد وتسعين فانا ضربتك في بداية المباراة وفي نهايتها من اكتر ما كان انت قوي فيه العمق لعبت بتلاتة ضربتك في الدياقة سبعة ولما لعبت بتنين اتضرب الزمالك من العمق برضو في الدياقة واحد وتسعين بنفس المجموعة كان حسين الشحات مشترك في الاتنين وشام ابو علي كان مشترك في الاتنين لكن اتغير بنزول افشا بقى هو العنصر التالت كم من اللي بقى بقيت الهجمات فالاهلي قدر انه يضرب حتى الكرات السابتة كانت مخالفات من على منطقة التمنتاشر في العمق حتى الكرات السابتة اجبالك ودي نقطة الناس بتركز على ان الكرة السابتة كمل كمل هجمات على عدلتها الكرات السابتة كريم الناس بتركز على ان الكرات السابتة جات في العرضة حلو جميل وكانت قريب انها تخش جوه لكن الكرة السابتة اصلا عملية تجميع اللعب والمخالفة دي الضغط اللي يضغط ضغط اللي يضغطها وسامو يدخل بقى الهجمة اللي شالها محمد العواد. بص الزيادة برضو من العمق جاية من امام حسين. كمل بقى الهجمة اللي بعدها على طول الكورتين السبتين. اه 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 ادي واحدة تانية. بص برضو الاختراك من ايه? في الدي ايه ستة وتلاتين. الاختراك برضو من العمق عن طريق حسين الشحال. فهو ضرب بكل الطرق. شمال ويمين من العمق. المخالفة دي انا جاي بالمخالفة نفسها. لكن المخالفة نفسها بص النقطة اللي عمل فيها المخالفة فينا محمود. من برضو من العمق. اللي اتيجي بعدها المخالفة عمولة فين? برضو من العمق. فالاهل اخترق الزمالك من العمق كما لم يخترقوا من قبل. فضربوا في القلب. هو ضربوا. فاكتر مكان ما كانش متوقع ابدا جمز ان الاهل هيخش معاه في كومبيتيشن في الزحمة اللي عملها في وسط الملعب. فالاهل عملية الضغط وعملية الاستحواز والاختراك النهاردة كانت كلها من العمق. وكانت بالنسبالي قدر الاهل يعمل كل شيء وعايزه في العمق. عكس ما يتوقع آآ آآ مارسي الكورة. الكورة دي معيحة. هتوطل الله ينجيليها بعد شوية.